زين السعودية تقلص خسائرها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي بنحو 3% لتصل إلى 250 مليون ريال الشركة السعودية للكهرباء تقلص خسائرها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 29% لتبلغ 1.370.000.000 ريال رئيس شركة أرابتك الإماراتية يتوقع تعادل الإرادات والنفقات هذا العام والعودة للربحية في العام المقبل